هو هذه المادتان أساسيتان لا يمكن لأي دستور أن يخلو من وجودهما لأننا الآن وصلنا إلى مستوى من أن الشعب هو مصدر كل السلطات ومصدر الشرعية التي تبنى عليها مؤسسات الدولة إذن عندما يخرج الشعب فعلينا أن ننصت إليه عندما يطالب الشعب بالتغيير فعلينا أن ننصت إليه وأن نعمل على التغيير ضمن الأطور المطلوبة في بناء أي مؤسسة من مؤسسات الدولة إذن فالمادة سبعة لا جدال فيها المادة ثمانية وهي الاستخدام القانوني لهذه السلطة كيف يتم يتم من خلال اللجوء إلى عملية الاقتراع عملية الانتخاب كل الصيغ الديمقراطية المعمول بها متاحة ومسموح بها في هذا إذن هما مادتان وأنا ارتأيت في برنامجي أن أضع شيء مهم أساسي وهو الاستشارة الشعبية في كل المسائل الكبرى والمصيرية للشعب الجزائري يجب أن نستشيره فيها لا يجب أن نقدم على قرار ارتجالي ويرهن مستقبل الشعب الجزائري شكرا وصلت الفكرة طرحتم سيدي